اشتركوا في القناة ما يضد الايمان عكس الايمان من قول او فعل او اعتقاد وزي ما قلنا اثار الكفر الاكبر اثار الكفر الاكبر هي نفسها اثار الشرك الاكبر زي ما قلنا يخرج صاحبها من ملة الاسلام الضلال الكفر يحبط جميع الاعمال غضب الله عليه ان الله لا يغفر له ويوجب له دخول النار خلودا فيها خلودا فيها كل ده اثار الكفر الاكبر طب طبعا هيجي عندنا هنا السؤال انواع الكفر الاكبر عندنا خمس انواع من الكفر الاكبر كفر التجذيب كفر الايباء والاستكبار كفر الشك كفر الاستهزاء كفر الاعراض عن دين الله اول شيء كفر التجذيب رقم واحد من الاسم تجذيب بيكذب بينكر يعني يماطل هو كفر التجذيب وهو ان ينكر العبد امرا معلوما من الدين بالضرورة زي ما قلنا الحصة اللي فاتت برضو اركان الايمان واركان الاسلام قلنا اركان الايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره خيره وشره كل دي اسمها اركان الايمان اما اركان الاسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقام الصلاة اتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا كل ده اي حد يركن اي شيء من دين فهو ده عبارة عن كفر تجذيب كفر تجذيب تاني شيء كفر الايباء والاستكبار من الاسم هو استكبار يعني علو يعني ترفع يعني تعجب يعني غرور كفر الايباء والاستكبار هو ان يرفض العبد الانقياد لاحكام الاسلام لاحكام الاسلام استكبارا بس استكبارا بس زي ايه ربنا عز وجل لما قال لسيدنا ادم وخلقه من طين قال لي لابليس اسجد لادم رفض ابليس ان يسجد لسيدنا ادم ليه لان ادم خلق من طين وابليس خلق من نار واذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا استثناء الا ابليس ابا واستكبر ابا واستكبر وكان من الكافرين اللي هو كفر الاستكبار والايباء تالت كفر ابناء الطلاب كفر الشك شك شك في شك شك في حاجات في الدين معلومة واساسية في الدي رواسخ من الدين اساسيات الدي ففي شك فيها وده يعتبر شك ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا الشك في القرآن الكريم او الاخبار السابتة عن الرسول زي البخاري او مسلم او الصحابة والاحديث اي شك فيها وغير ذلك يعتبر كفر شك كفر شك نيجي يا شباب الكفر الرابع وهو الاعراض عن دين الله الاعراض عن دين الله وهو ان يترك المرء دين الاسلام فلا يتعلمه ولا يعمل به زي ايه من يدعى الى دين الاسلام فيعرض عنه كلها زي المسيحيين او اليهود زي ما قلنا الاحبار او القصصين اللي هما اليهود او المسيحيين تيجي تقوله عن الدين الاسلام وتفهمه ان هو الدين الحق وهو خاتم ان سيدنا محمد خاتم الانبياء وان الدين الاسلام هو الدين الصحيح وان الدين الاسلام هو دين الله عز وجل يعرض عنك والذين كفروا عما أنزروا معرضون زي ما ربنا عز وجل بيقول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أن يعرض عن الدين بلا صلاة ولا الزؤكاه ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك نفى الإيمان والإسلام عنه آخر كفر يا شبابنا هو كفر الاستهزاء ومن الكلمة هو باستهزاء يصخر يضحك ولكن في الدي الاستهزاء في الدي ليس هناك استهزاء أو سخرية من الشخص في ملبسه في مسكنه في كلامه في بيته في أي شيء الاستهزاء والسخرية في الدين فقط لغير هذا يعتبر كفر السخرية من الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأحكامه ودينه وشرعه السخرية بالرسول والأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بالقرآن الكريم ربنا عز وجل بيقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتزروا قد كفرتم بعد إيمانكم يعني هم كانوا مؤمنين وبدأوا يستهزوه والعياذ بالله 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 وبالكتب وبالرسول وبالأنبياء فهم كفار التكفير أمر خطير ليس لأي أحد أن يقول أنك كافر لابد أن يصدر من العلماء الراسخين في العلم ويشهد لهم العالم بالتقاء بالتقاء ولا يجزل المسلم سهولة تكفير المسلم أخي المسلم الآخر نيجي نشاط واحدة شباب هنا هجي لك المثال بنوع الكفر إنكار البعث ما هيقول لك مفيش بعث ده يبقى إيه مفيش بعث يبقى بيكذب لأن البعث موجود بالآيات وبالإيه وبالآحة قديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كفر تكذيب هنا بص التكبر احنا قلنا التكبر يبقى كفر استكبار يبقى كفر الإيباء والاستكبار الشك كفر شك مباشرة الاستهزاء يبقى كفر السخرية والاستهزاء نشاط اتنين يا شباب بعد دراستك أنواع الكفر ما رأيك في من يكفر المسلم احنا قلناها يرفض ذلك تماما ولا يجوز المسلم أن يكفر المسلم ولا يصدر ذلك إلا عن العلماء المشهود لهم بالتقاء والعلماء الراسقون في العلم نجل التقويم شبابنا ما أنواع الكفر قلنا أنواع الكفر هو كفر التكذيب كفر الإيباء والاستكبار كفر الشك كفر الإعراض عن دين الله كفر الاستهزاء والسخرية من الذي يصدر الحكم على أحد بأنه كافر هم العلماء الراسخون في العلم المشهود لهم بالتقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته